السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات أمريم اليوم هادي الفيديو تحت طالب العديد من الأخوات اللي طلبوا مني نقدم لهم كيفية تحضير الرزاة القادي مع كل أسرار ديلها وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش ديما توصلوا بالجديد خليكم مع المقادر وطارقة التحضير كيلو لاروب ديلتقيق أبيض رابعة ديلفينو خمارة شوية الملحة شوية ساندة والمدافع باش نجمع الخالط بالنسبة للبناء الديابغد نجمع العجينة نديرو خمارة نديرو شوية المليحة ونديرو شوية الساندة ونرش شوية منقووش بزاف ونجمع العجينة بالمدافي العجينة قصحة ما رخيوهاش بزاف هذا وسر ديلة دير رزايزة خلص العجينة تكون قصحة شادة راسة مزيان حيث العجين اللي جاتنا مرخوفة ما غاديش تتطق معنا رزايزة نهائيا خاصة نتحكموا فيها وكم بقاون دلكوها نديرو على هذه القيسة هادا تكون قصحة ومرة مرة بقاون دلكوها نديروها في بلاستيكا ومقاون دلكوها هذا وسر ديالها باش تجي مزيانة و تتطقينا من أول تجريبة وإنها الدول قرى كيف تشوفوا مرة مرة كبارة غاديش امن حتى اطلق معنا مهم هاد المرحلة ل كيف كتشوفو كتجي قاسحة دبان دروف بلاستيكا مرة مرة نقاون دلكوها نجبدو هون دلكوها هي غدا تطلق معانا في العجينة قسم دلكوها مزيين بش دك التقيق مبقاش يبالينا في العجينة من بعد ما تطلقت معانا مزيين ودلكناها غدا نقطعها من قيس اللي بغيتو اما كبار اما صغار قيس اللي بغيتو غدا نشكلهم بها الشكل هذا على بحل مستطيل انا كنزرب الفيديو على حساب باش ما يجيش طويل كنديرهم على هات الشكل وضروري رشد بحين مرة مرة ضروري رشدوه نصرحوه بعده بالمدلك نصرحو واحد خمسة ولستة اللي قديتو عليه مني نصرحوها بالمدلك دايما نرشد دقيق دايما والعجين دايما نغطيه ببلاستيكة باش ما تكونش عندنا واحد القشرة نصرحوه مزيان باش تدوزنا في الورقة دغية قد ما نصرحوها مزيان قد ما ندوز لنا في الورقة مزيان ودائما نرشوه بالتقيق دايما يرى سهلة في الصراحة كتبغي شوية الخاطر من بعد دابة ما نصرحناها ندوزوها في الماكينة هنا انا دوزوها في النمرة ثلاثة والرقم كيتغير على حساب على حساب كل ماكينة دوزوها في ثلاثة في الأول وفي الثاني دوزوها في الجوج انا عندي رقم واحد ولي كوارق بزاف مهم ديما انا كندير في رقم جوج كتجيني ايها ديك كتجي رقيقة ولي حسب الماكينة على عشان على حسب الماكينة كل واحد الأرقم كتتغير كيف كتشوفو العجينة كتجي زوينة من كانت الكوار والسر ديلا ودكد ليك كتجي على هاد الصمك هادا ققيقة نتمنى يكون واضح لكم من بعد ورقناها غادي نشدو الزبدة ثلاثة نصر عبعة وغادي ندوبها معاكس عامر ديز الزيت دي العنبة عامر مزيان وكندوبوها من بيت كنخلي ودفة شوية ما كنديرو شوية سخونة كنخلي ودفة باش ما تقطعش هنا العجينة حتى دلنا سخونة غادي تقطع كيف كتشوفو كنديرو عليها الشكل هادا كندورو في شي ايناء كنخلي قيس قيس دي الزبدة اللي قدي قدنا وكمقى اللي هو العجينة على هاد الشكل هادا كمقاو ندورو فيه وكن عمرو مزيان بالزبدة والزيت نحطوها بعلجن بحث نكملو إما خمسة إما عشرة دي قدتوا علي نعود معكم واحد آخرة نصف طريقة هي كتبغي في صراحة لي دعم كتبغي متخافوش منها ومن بعد كندووزها في الماكينة دي سباكيتي الجيا دي سباكيتي كندووزها تماما بنتي مسكينيلي معاوناني حد دروري من هاد المرحلة شي واحد يكون معاونكم بها الطريقة هادة حتى كان سعلي يمكن لكم الدروم صغر يمكن لكم الدروم كبار للقيس اللي بغيتو نعود معاكم واحد آخرى رسالة اللي بنتغير جربوها موسيقى 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 بالنسبة للعجين سنكملوا بنفس الطريقة حتى ننسليوا كل شيء بالنسبة للعجين سنصرحوها بشوية الزيت نحاول أن ننوركوش لها بزاف نوركو عليها من الوسط شوية يعني الوسط يتوركو علي كثير من الجناب حتى لو صرحتوها بزاف ما كديش محلولة ولا تغيش تحليكم ضربوا عليها غير شوية بدأ وسر ديالة بتجي محلولة بتجي بحلها قياس هذا من بعد الدناوية طيبه والسر ديالة هو نقصو عليها البوطة نقصو عليها البوطة مزيان ونقلبو فيها يعني كل مرة نقلبو فيها حتى من الداخل باش تطيبينها مزيان ما تجيش مقطوفة تبقى معجنها من الداخل ضروري هاد المرحلة تبقى معجنها مزيان وانت عملكت من الداخل بيكا كيف شك تولي وانت عملكت من الداخل بيكا لها ديالة لون هادا كيشو لون ديالة مذهب ومواحد يعني ما تخطفش معنا في الطيابة هذا وسر ديالة 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 الطيابة تجينا طيبة من الداخل ومحلولة كيف كتشوفو را محلولة وحس تشدك الفينو اللي كنديرو كيعطاه واحد إضافة زوينة حسن من الفرص بوحده باش مدينش معجنة كيف ما كتشوفو هادا وشكل ديالة نهائي كتجينا محمرة وزوينا ضرورة نحلوها بعض الطريقة هادي ويبقى سخونة وبالنسبة مني تبغيو تسخنوها بتسخنوهش في المقلة سخنوه غير في الكسكاس هادي الطريقة ديالة باش تسخنوها باش ما تقصحش معاكم ونتمنى البنات نكونوا من وسط المعلومة وهذا وشكل ديالة نهائي وبالنسبة البنات اللي كيشدو لكاوموند التمن ديالها هو 40 درهم الكيلو 40 درهم حت فيها الفينو وبالصحة والراحة ونتمنى للحلقة دياليوم تنال إعجاب ديالكم ومع السلامة